الكابتن محمود البنّة المفروض يعني حكم ليه تاريخ كبير جداً في الدورة المصري ولكن انا متابع جيد جداً لملف التحكيم تحديداً لحكام الدوليين الكابتن محمود البنّة الفترة الاخيرة محتاج يجع نفسه في تفاصيل فنية كتيرة راجع من كاس الأمم عنده مشاكل فنية كتيرة لجنة الحكام محتاجة تقعد مع الكابتن محمود البنّة الثقة الزائدة عن الحد انا شايفها بتؤثر بشكل سلبي كتير جداً على الكابتن محمود البنّة لأن كابتن محمود البنة في لعبة زي دي واضحة لي مش محتاجة الفار يعني اللعبة دي ما فيهاش تفاصيل إن الحنفي رجحها وما رجعهاش بس النهاردة الفار لازم يكمل ما هو يكمل حتى لو زاوية كابتن محمود البنة ما هو يكمل يا كابتن أسامة هو يكمل تسمح بالرؤية ليه فين النهاردة محمد الحنفي في الزاوية الخلفية والزاوية الأمامية على فكرة أنا عندي الحنفي كمان فيه تفاصيلة تانية هتكلم عليه في محمد الحنفي خلي بالك النهاردة في الاجتماع النهاردة مصادرين لكابتن محمود البنة أقر وقال لو أنا شفت اللعبة دي واستدعاني الكابتن محمد الحانف فيها كنت حسبتها راك لجزيزة الحالية رجع اللعبة دي يا كابتن موسيقى بص وضعية الكابتن محمود البنة واقف فين بص قريب منها ازاي كرة قدامه مش محتاجة يعني أنا شايف ان محمود البنة واخد وضعية كويسة جدا وعدم رؤيته للعبة بالشكل ده ده فقدان تركيز وثقة زائدة عن الحد شايف المباراة أقل بينه خلي بالك أنا ما بعفيش الكابتن محمود البنة من الخطأ هو اللي ساي وهو الحاكم الساحة وهو اللي بيقود الملعب لازم يباليه رؤية ولازم يكون في وضعية أفضل لكن عايز أرجع للكابتن هاني خير لايمان لو سمحت يا دكروري ارجع لي باللقطة من الأول قبل اللعبة دي حامل الراية لا فيه لقطة ماشي ماشي كمان تاني تاني عايز أكمل هنا تحسبت ضربة مرة لكن عايز أكمل الهجمة عشان أشوف الكابتن هاني خيري بص هنا الكابتن محمود البنة وهو بيشرح أن أي من أشرف إديه في محوط جسمه هنا بص أقف لي هنا وكمل يشوف الكابتن هاني خيري حامل الراية هل احتسب تسلل زي ما البعض قال ولا لا ما فيش أي تسلل نهائيا بص هنا ما رفعش حيشين الساحات تكمل اللعبة استأنف ركل الجزاء والرجل هنا ما رفعش علشان الناس اللي بتقول الكرة فيها تسلل والكلام اللي تقالي النهاردة سعيد لا الكلام اللي تقالي النهاردة ده يعني يعني خليني بقى أتكلم بقى بكل وضوح شوية مع لجنة الحكام ومع اتحاد الكرة أنا من هنا يا كابتن مسامة بطالب لجنة الحكام على الهواء مباشرة بنشر محادسة الفار اللي ما بين الكابتن محمود البنة والكابتن محمد الحنف ولو مش هتنشرها لكل وسائل علام زي ما كان بيحصل قبل كده ادعو مدير الكرة في النادي الأهلي ودعي كمان مدير الكرة في نادي البنك الأهلي واعرض عليهم المحادسة ماذا دارة في غرفة الفار ما بين محمد الحنفي ومحمود البنة لأن الكلام ده النهاردة إذا الأهلي عرف بالزبط اللي دار في غرفة الفار هيكون ليه رد فعل قوي جدا يا كابتن أسامة على اللي يحصل الفترة الجاية لأن الخطأ اللي حصل في مباراة الأهلي والبنك الأهلي في اللعبة دي تحديداً اندل على شيء بيدول أن لا فيه لجنة حكام لا فيه اتحاد كورة لا فيه تدريبات عملية غرفة الفار بتضر بالأهواء يا جماعة فكرة أن الكابتن محمد الحنفي يقول له لأ كنفيرم كمل مفيش ركل الجزاء وبعد كده أسمع ويوصل لي أنه طب انت شايقت على التسلل قال له لا ما شايقتش على التسلل قال له طب بص على اللعبة تاني شاف اللعبة قال له لا استنى ده فيها لمسة يد قال له طب التسلل قال له ما أنا ما شايقتش وكل ده اللعبة استقنف يعني انت أصلاً كمان انتو بروتوكول الفار مش عارفين انتو تعمله ايه ويطلع النهاردة كابتن محمد فاروق يقول لك اللعبة تسلل أنا بعد تصرحات كابتن محمد فاروق على الهواء مباشرة انا هو من هنا من قناة النادي الآلي بنطلب ان يكون فيه شفافية بنطلب ان لو حتى مش هتنشر المحادسة وماذا ضار في غرفة الفار لكل وسائل اعلام اعمل دعوة لمدير الكرة في النادي الآلي ومدير الكرة في البنك الآلي زي ما بيحصل في الدور الصعودي وغير دعوة زي ما بيحصل في الدور الانجليزي واعرض عليهم ماذا ضار في المحادسة ما بين البنة والحنفي لان ده المحادسة اللي بين الاتنين اه في الغرفة لو تسمع بشكل كويس والطرفين سمعوا اللي تقال اعتقد فيها استقالة للاجنة الحكام وهيبقى فيها رد فعل قوي جدا لاتحاد الكرة يا كابتن محمد لاتن برج مش كان بيعمل كده كان بيعمل كل الحالات الجدالية